التعلب ده حد مكار جداً في حياتك بصوا عادةً لو تلاحظوا هو تفسير المنامات أو تأويل الحاجات الرموز اللي بنشوفها في المنام بيبقى على حسب هيئتها بردو يعني إحنا بنشوف إحنا عارفين إن التعلب ده حد مكار أو هو حيوان مكار يعني ففي الحلم لو شفناه بيبقى فعلاً كده بس مش حيوان بيبقى شخص بيبقى شخص مكار جداً أنا بعلمكم تفسير الأحلام عشان ما تحتاج لناش تاني بيبقى شخص مكار شخص عارفيني بنقول إن هو سوسة شخص بيأذي كده من تحت لتحت وهو بيصبر قوي علشان ينول اللي هو عايزه وبيناله بمكر وخديعة طيب الزقب أنا بحب رؤية الزقب جداً أو بحب أصلاً الحيوان ده الزقب المفروض إن هو الحيوان الوحيد اللي ما عندهوش مخلطة في النسب اللي هو الحيوان الوحيد اللي بيبقى معروف يعني بيبقى عشائر كده الزقب بأولاده بأبوه بأمه كده الزقب كمان هو الحيوان الوحيد اللي بيفضل يراعي أمه وأبوه لحد ما يموته ولو اللي هي والفته ماتت هو في خلال ثلاث شهور لو ما ماتش بيموت نفسه طيب تبقى حاجة حلوة يعني وفاق مش موجود عند كتير من البشر بس حال الزقب رؤيته حلوة بيبقى حد لو حد شاف زقب في المنام بيبقى فيه قوة وفيه نصرة فيه انتصار على العدو فيه رد مظلمة ورد المظلمة هيجي بقوة يعني اللي هو ما أخذ بالقوة فبيبقى حاجة بيبقى الشخص عادة اللي بيشوف المنام ده بيبقى شخص مش ضعيف شخص قوي جدا شخص اللي هو بنقول عليه قد حاله كده قادر يحمي نفسه قادر يرد حقه بطريقته طبعا فبيبقى شخص قويس جدا حماية لنفسه يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى